السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل عشاق كرة القدم السورية حوالين العالم إن شاء الله النهاردة بإذن الله بالليل الساعة خمسة ونص مساء بتوقيت دمشق مباراة منتخب سوريا مع منتخب قرغزستان لو أنت عايز تسيب الفيديو ده دلوقتي وتروح تتفرج على الماتش للأسف مش هتقدر تعمل كده وده لأن المباراة غير منقولة غير مذاعة وكمان بدون حضور جماهيري السبب ورداه هو أن الكادر الفني للمنتخب السوري طلب ده وكمان كادر منتخب قرغزستان طلب إن المباراة تكون بدون حضور جماهيري وبدون نقل تلفزيوني أنا ضد ده طبعا قولا واحدا بأي حال من الأحوال ولكن تعالوا نقول إن هي يعني سياسة منتخبات عايزة تحافظ على تشكلتها وتحافظ على صورتها أمام المنتخبات الأخرى منتخب سوريا هيلعب المهاردة مع قرغزستان منتخب سوريا في المركز الواحد وتسعين عالميا منتخب قرغزستان في المركز الـ 98 عالميا منتخب سوريا في المركز الـ 14 أسيويا أما قرغزستان في المركز الـ 16 أسيويا الفروق مش كبيرة ما نقدرش نقول إن فيه فروق كبيرة ما بين المنتخبين منتخب قرغزستان آه هو متأخر شوية فيه ترتيبه عن المنتخب السوري ولكن على الناحية الأخرى على أرض الملعب بيبقى ليه كلمة علية أنتوا عارفين دايما الأرقام أحيانا بتكون لغة مخادعة تحديدا عندنا في كراتنا العربية والأسيوية بره في أوروبا طبعا الأرقام دقيقة جدا جدا والأداءات بتبقى بتتأس يعني على الشعر يعني أما عندنا لا عندنا الأمر مختلف تماما منتخب سوريا هيلعب المباراة النهاردة أعتقد إن هيكتور كوبر هيلعب بالتشكيلة النهائية يعني هيلعب بالتشكيلة اللي هيلعب بيها في كأس آسيا أمام منتخب نسيت تخيلوا إن أنا نسيت أمام منتخب الهند وأستراليا ومنتخب أوزباكستان يعني النهاردة هيلعب بالتشكيلة النهائية ليه؟ عشان اللعيبة تلحق تنسجم وأنا يمكن من الأمور المضحكة جدا جدا خلال اليومين اللي فاتوا اللي أنا بتابعها ناس كتير منزلة صورة مثلا لبابلو صباغ واقف جنب الكابتن محمود فايز وبيضحكوا مع بعض يعني مبتسمين كده فيقول لك ياه ده بابلو صباغ يا جماعة بدأ ينسجم مع المنتخب يا راجل يعني هل هو ده تعريفك عن الإنسجام؟ هل هو تعريفك عن الإنسجام؟ هو أن بابلو صباغ بيدحك؟ طب لو كان حزين شوية يعني عنده ظروف يعني شخصية يعني ولا ما يتغير حاله من الجو ومن الرطوبة وكده فعادي يعني يبقى هو مش منسجم؟ لا الانسجام يعني لعب اللعب يعني مطشات والنهاردة أول مطش وأنا أعتقد أن صباغ هيلعب وأعتقد أن إلياس هيلعب وعن مار رمضان هيلعب وأي همقصه هيلعب كله هيلعب كبر النهاردة هينزل بكل الأسماء تعالوا بقى سريعا كده أقول لكم التشكيلة المتوقعة لمباراة منتخب سوريا مع منتخب قرغزستان اليوم أتوقع أن الكابتن عصام الحضري النهاردة مايلعبش بإبراهيم علم أساسي أتوقع وأتوقع أن الكابتن عصام الحضري النهاردة مايلعبش بحرس واحد النهاردة الكابتن عصام الحضري هيلعب بأحمد مدنية في الشوت الأول وفي الشوت الثاني هيلعب بمكسيم صرف أو يلعب في الشوت الأول بطه موسى والشوت الثاني مكسيم صرف مكسيم صرف هيلعب يعني هيلعب يعني خدوها مني ان ما كانش هيلعب المطش كله اصلا النهاردة يعني ممكن نلاقي مكسيم صراف بيلعب المطش كله عادي مش قصة وبالتالي النهاردة هيكون مفاجأة في مركز حراسة المرمة دعالوا نمسك الدفاع هيلعب طبعا عبد الرحمن ويس ناحية اليمين جنبه هيلعب ايها مقوسو ومؤيد الخولي قلب دفاع جنبه هيلعب خليل الياس ان شاء الله بازن الله خط وسط مائل الى الدفاع او دفاع مائل لخط الوسط امامهم في خط الوسط هيكون عندنا اتنين النهاردة هيكون عندنا ايذا كيل العم ومحمد عنز او ثائر كرومة طبعا انتوا اكيد تابعتوا للفترة اللي فاتت بكل اسف عندنا قصبتين عندنا علاء الدين الدالي دخل بدلا من مورديك مورديكيان وعندنا محمد عنز بدلا محمد عثمان طبعا سلامات مورديك مورديكيان سلامات محمد عثمان كنت اتمنى ان انا شوفهم مع المنتخب والله يعني ولكن هي الإصابة يعني مش بأدينة حتى منتخب مصر برضو عنده عدد كبير من اللعيب اللي تعرضوا للإصابة يعني إذن خط الوسط هيكون إذاكيل العم وثائر كرومة أمامهم هيكون عندنا على ناحية ليمين محمد الحلاء ناحية الشمال عمار رمضان ونجين مائلين إلى صنع اللعب طبعاً الاتنين حاجة جمدة جداً الاتنين 23 سنة بالمناسبة النهاردة عيد ميلاد عمار رمضان يعني حابين تقولوله كل سنة وهو طيب على صفحته أو على الإستجرام عنده هيكون مبسوط أكيد وأمامهم في الخط الأمامي عندنا عمر خريبين وعندنا بابلو صباغ هيلعبوا مع بعض في النهاردة في أول مطش هي دي التشكيلة اللي هيلعب بيها كوبر النهاردة واللي كمان هيلعب بيها في المباريات المقبلة سواء الودية أو المباريات الرسمية تعالوا بقى سريعاً أرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة واللي اتحرمت منها الفترة اللي فاتت ويمكن هقول لكم بعد شوية أنا اتحرمت منها ليه يعني التعليق الأول من أستاذ محمود أستاذ محمود تحية طيبة طبعاً ليك هو بيقول أخ أحمد أتفهم أنك تريد أن تضع عنواناً يشد المتابعين ويجمع مشاهدات كثيرة لكن حبذا لو تضمن العنوان حرف السين ليصبح سيعبر بدلاً من يعبر لكان العنوان أصدق وأكثر مهنية ولك الود أشكرك طبعاً يا أستاذ محمود على كلامك الطيب وأشكرك على لحجتك الطيبة في الكلام ولكن تذكر يا أستاذ محمود أن أنا لو قلت في العنوان زي ما أنا كاتب منتخب سوريا يعبر دور المجموعات خلي بالك كأس أسية أصلاً ما بدأش فأنا لما أقول منتخب سوريا يعبر يبقى أنا أكيد ما بتكلمش عن حاجة كذب لأنه هو ما بدأش أصلاً زي مثلاً أقول لكم أول عيد يوم في عيد الفطر إن شاء الله كل عام وانت بخير طب هو رمضان جيه أصلاً فأنا لما أقول منتخب سوريا يعبر دور المجموعات أصدي منتخب سوريا يعبر دور المجموعات من وجهة نظر عصام الحضري توقع يعني في توقع عصام الحضري ولك مني كل التحية والتقدير تعليق آخر من علاء الدين جويش بيقول طيب يا أخي هي مش قصة يعني بعد كأس أسيا كوب الراحل وبعدها الاتحاد الرياضي ممكن يعيد السومة اعتباره وخلاص ما أعتقدش ما أعتقدش يعني أنا أعتقد أن الأمر أكبر من السومة وأكبر من الاتحاد وأكبر من الاتحاد الرياضي وأكبر من كوبر يعني هناك رغبة ما لدى المسؤولين عن الرياضة السورية فيه إن ما يكونش عندنا أسماء كبيرة زي عمر السومة عمر السومة يا جماعة اسم كبير جداً كبير جداً 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 أنا قلت كم جداً مش عارف حوالي سبعة عمر السومة اسم كبير اسم أقول لكم على حاجة أنت عفتح شركة الشركة دي استثماراتها بمئة مليون دولار وأنت يا صاحب الشركة وأنت يا مدير الشركة بس عندك موظف هناك كل الناس بتحبه العملة بيحبه الزملاته بيحبه وبيجيب له طرطة في عيد ميلاده هتعمل إيه؟ هترفده هترفده لأنك أنت مش هتستحمل كصاحب شركة أو كصاحب منتخب أو كرئيس اتحاد أو كرئيس اتحاد رياضي عامل أنت هيكون عندك حد أكبر منك هو السومة أكبر من الكل قولاً وحداً يعني قولاً وحداً تعليق آخر من تانجو سيريان بيقول يا ريت تبطل كتبه وتطبيل للتواويس يعني أن أنا أتكلم عند الكابتن عصام الحضري وأنقل تصريحاته كده أنا بكتب وبطبل للتواويس ده أنا بالعكس أنا من أكتر الناس اللي بقول التصريحات بالحرف يعني اللي قاله الكابتن عصام الحضري بالحرف بقوله وبقول رأي فيه فأنا كده ما بكتبش طب هل أنا بطبل بطبل إيه عمل أنا بقول نفس الكلام التواويس هو هو عصام الحضري طووس من التواويس طب وهم مين التواويس أصلاً قل لي برضو في التعليقات وأنا يعني يا شركة كادي بالرأي يعني مش هزعل منك جداً تعليق آخر من الإسم الذي أمامكم بيقول ما احترامي إليك أخي أحمد هو من ضمر مستقبل السومة كوبر ومحمود فايز والحضري وموفق فتحل ما احترامنا لكل الأسماء اللي أنت قلتها إحنا نحترم كل الناس ونقدر كل الناس وكل الناس لها حق الرد على قناتكم بحبك يا بلادي ولكن تذكر جيداً تذكر 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 جيداً أو عبد الرحمن الخطيب أو فراس معلة كل تلك الأسماء طبعاً لها منا كل التحية والتقدير والاحترام تعليق أخير من فهد الجاسم بيقول صديقي ما أنك ملاحظ أن محتوىك صار ممل ومعاد حضرنا من فيديوهات غير ثواني كرحتنا بالسومة والحضري نصيحة غيرها اللي استوانا وأنا من مكاني هذا يا أخي الغالي فهد الجاسم هرجع كده بقى الورى عشان أدردش معاكم بهدوء أكتر بص يا فهد وكل الناس اللي بتتبعني دلوقتي على القناة قناة بحبك يا بلادي أنا أوعدكم في الفترة المقبلة أن أنا أعمل محتوى ما تعملش قبل كده يعني اللي متابع منكم الفترة بتاعت مثلاً من خمس سنين لما كنت بتكلم عن الكورة والرياضة هيتذكر جيداً أن أنا كنت شعلت نشاط كنت ما أعمل كل حاجة كنت دايماً معاكم صاحي ومركز في كل وقت مؤخراً مريت بظروف خير إن شاء الله بإذن الله يعني حتى يمكن أفرحكم معايا الأيام المقبلة يعني ظروف حلوة يعني وبالتالي ما كنتش مركز أنا من النهاردة مركز 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 يعني أنا أنا هتشوفوا حاجة مختلفة تماماً بإذن الله إن شاء الله وأنا باعتذر لك يا فهد الجسم لو فعلاً أنا بقيت ممل وفيديوهاتي مملة وكلامي ممل أنا باعتذر لكم يعني على قد حال أشكركم على حسن المتابعة دمتم في أمن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته